تلينا نختم أخبارنا مع حضراتكم من مجموعة من الأخبار برا مصر نبدأ من بريطانيا في لندن في 40 محطة متر وأنفاق قديمة وغير مستخدمة لأغراض التنقل العادي لكن الحقيقة أن السلطات المختصة في بريطانيا لقيت طريقة ملأمة جدا للاستفادة منها السلطات شافت أنها تأجرها لمنتج الأفلام والمسلسلات وده مقابل 3000 جنيه سترليني في الساعة وفي نفس الوقت أكدت أن المواقع دي غير متاحة للجمهور لأن العاوز يدخلها لازم يدخل التصريح والتصريح نفسه أكيد مش هيطلع غير للقائمين على صناعة السنمة بس عشان ده يكون الهدف فقط لاستفادة منها أيضا عندنا خبر خفيف أنه في بريطانيا أيضا أن بطة أصبحت قريبة من التتويج بلاقب الطير الأكثر موهبة في موسوعة جنس للأرقام القياسية وده بعدما أتقنت أكتر من 30 خدعة ومهارة استثنائية بتلعب كرة القدم بمنقرها وبترن الجرس وأيضا بتنط عبر طوق وبتعزف على البيانو كمان بمنقرها لحية بطة متطورة جدا إن شاء الله نشوف عندها العديد من المواهب في كوريا الجنوبية ياسر في حيلة ذكية جدا أو خطوة قامت بيها لتفادي الحوادث قامت بتثبيت عدد كبير من إشارات المرور الأرضية اللي بتنور في السيول وده كوسيلة لسلامة الناس اللي بتمشي خصوصا وهما مسكين التليفونات في إيديهم مش منتبهين للطرق وقوانينها وده بيحصل دلوقتي في كل حتة في العالم لدرجة أن هما أطلقوا عليهم مدمني الهواتف الزكية الإشارات دي تعملت عشان حمايتهم وتم تركيب 1200 إشارة أرضية في 25 منطقة زي ما احنا شايفين من وراء أي حد مسك التليفون وشايفها أكيد بكل تأكيد يعني مش يحصل له أي حاجة لازم أكيد هيشوفها مش معقولة يعني أن هذا يضاء عالية ومبهرة احنا هنروح لدلات المشاهدين للفاصل سريع ونرجع مرأة وقت